موسيقى وتتوالى الانتصارات من قلب الانكسرات ويبقى الشعب المصري دائما هو السيد اهلا بكم يا رب دائما كل يوم مصري في عيد واعيادنا مستمرة طوال ما الشعب المصري كتلة واحدة وايد واحدة كل سنة ومصر بخير بمناسبة اعياد تحرير سيناء هذه الاعياد كانت هي الثمرة التي تلت معركة طويلة معركة عنيفة معركة ربما لم يعد تاريخ تفاصيل معركة مثل معركة تحرير سيناء التي بدأت بعد هزيمة 67 بشكل مباشر كانت معركة الاستنزاف او حرب الاستنزاف تلك الحرب الطويلة التي استنزافت العدو ثم اعقابها انتصارات حرب اكتوبر ثم اعقابها ايضا تلك الانتصارات الدبلوماسية على مائدة المفاوضات مع العدو الاسرائيلي والتي انتهت وتوجت وتوجت بتحرير كامل الارض وكامل الطراب في عام 1982 بتحل هذه الزكرى ال36 علينا جميعا نحن المصريين لكي نفهم ونتفهم ونذكر ونتذكر ونحكي ونتحاكى بما قدمه الاباء وما قدمه الاجداد وما قدمه الشهداء والارض التي ارتوت بدماء هؤلاء في كل الحروب على مدار السنون الماضية كان بمثاب التتويج بنتذكره لنستلهم العبرة والعزة بتضحيات هذا الشعب ونيابة عنه هذا الجيش ونيابة عننا جميعا هؤلاء الشهداء الذين ارتقوا الى عنان السماء لكي نعيش ولكي تعيش مصر ونردد جميعا تحيا مصر هذه الكلمة تحيا الامة تحيا الدولة يحيا الوطن الوطن والامة والشعب والارض والعرض والتاريخ والجغرافيا والحاضر والمستقبل كله في كلمة واحدة هي مصر فعندما نردد جميعا تحيا مصر تحيا كل هذا كل هذه الاشياء بتحيا عندما نحيي ذكرى العظماء ونحيي هذه الذكرات التي تمثل جزء من مكونة انا وانت وانت عبارة عن مكونات بعضها تاريخي بعضها في الزاكرة بعضها من القراءات وها نحن نقدم لهذه الاجيال هذه الصفحة الناصعة ناصعة البياض والفخر في تاريخ هذه الامة اليوم بمناسبة هذه الاحتفالات قام الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والقائد الاعلى للقوات المسلحة بوضع اكليل من الظهور على قبر الجندي المجهول بمناسبة الذكرى 36 لتحرير سيناء واستقبله فور وصوله الفريق اول صبحي صدقي القائد العام بالقوات المسلحة والفريق محمد فريد حجازي الرئيس اركان حرب القوات المسلحة وقارة الافرع الرئيسية وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطني وفي تقليد عسكري اصيل للوفاء بشهداء مصر وما قدموه للوطن من تضحيات دفاعا عن سلامة الوطن وشعبه العريق قام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ايضا بوضع اكليل من الظهور على قبر الجندي المجهول وتوجه بعدها الى قبر الرئيس الراحل محمد انور السادات حيث قام بوضع اكليل من الظهور وقراءة الفاتحة ترحما على روحه الطاهرة في نهاية الاحتفال صفح سيد الرئيس الدكتور علاء عبد العالي رئيس مجلس النواب ولمواني الشريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء وفضيلة الامام الاكبر احمر الطيب شيخ الازهر ونيافة البابا توادرس الثاني بابا الاسكندرية بطريارك الكرازة الملقصية وعرض من الوزراء وكبار قارة القوات المسلحة تهنئة من العماق تهنئة من القلب الى القوات المسلحة بمناسبة احتفالات اعياد تحرير سيناء كنا في نتحدث عن انتصارات اكتوبر انتصارات اكتوبر في 6 اكتوبر نتج عن هذه الانتصارات تحرير الارض عشان اربط بس الاجيال الجديدة ماذا جارة في حرب اكتوبر انتصرنا عبرنا وانتصرنا وقبل اكتوبر كان في حرب الاستنزاف هذه الحرب وهذه الفترة وهذه الحقبة المظلومة تاريخيا اعظم حرب في تاريخ الدولة المصرية كانت حرب الاستنزاف والتي تووجت بانتصارات اكتوبر والتي تووجت وثمرتها كان عودة الارض واسترداد الكرامة والعرض في سيناء في عام 1982 ونحتفل بالذكرى 36 لكن اتصور ان الحفاظ على التاريخ الحفاظ على التاريخ واحترام التاريخ بيحتم علينا ان احنا نربط كل هذه الاحداث وكل هذه التفاصيل التاريخية امام الاي لانه ما جرى خلال السنوات الماضية بمثابة تزييف للوعي تغييب للوعي تزوير للتاريخ غير مسبوق تعلمنا في المدارس بشيء من التاريخ المسيس او التاريخ المزيف انا لنا ان ننق التاريخ فرصة ربما ان احنا نحتفل بانتصارات اكتوبر ثم نحتفل بعودة الاراضي المصرية السليبة والمحتلة في سيناء ان احنا نطلق دعوة لتحرير التاريخ ووقاع التاريخ واحداث التاريخ بشكل غير مسيس وبشكل غير مقيد وبشكل غير مزيف يعني حملة لتنقية التاريخ ننق التاريخ مما علق به وما شابه من اخطاء مقصودة خلال السنوات الماضية تعلمناها بشكل خاطئ انا لنا ان نقضي عليها وانا لنا ان نعيد للتاريخ المصري بهاء من جديد ربما لا يفوتني ان ارسل برقية في هذا التوقيت بصفة شخصية الى الرئيس الاسبق محمد حسني مبارك لانه محمد حسني مبارك كان في هذا الوقت في 82 في مفاوضات نهائية مع الجانب الاسرائيلي لاعادة الارض كان الرجل بيقود الدولة المصرية في هذا التوقيت بشكل لم يكن هناك غبار عليه فاحتراما للتاريخ ايضا اطلق او ارسل برقية تهنئة لهذا الرجل على هذه الفترة كان قائدا عسكريا ثم كان نائبا لرئيس الجمهورية ثم رئيسا للجمهورية وعندما اعود بالتاريخ واقرأ واستقرأ باجد ان الفترة فترة الثمانينيات من 80 لتسعين كان الرئيس مبارك رئيسا لكل المصريين قادرا قويا متحدثا لكن بعد ذلك كانت هناك المآخذ والجدل والخلاف والاختلاف حتى وصلنا الى ما وصلنا اليه وهو يتحمل المسؤولات في ذلك وانا لا اقيم هذا وانما فقط اتحدث عن انه التاريخ يجب ان ينصف الجميع بما لهم وبما عليهم واتفهم تماما انه ربما يكون هناك يعني اسباب ومسببات قانونية او سياسية لعدم ذكر الرجل في هذا التوقيت لكن ربما لدي لدي برهة وفسحة اعلامية ان اتحدث على هذا الامر ونعيد للتاريخ مرة اخرى بهاءه وصدقه وموضوعيته الرئيس عبدالفتاح السيسي بعدما ارسى هذه القواعد العسكرية النبيلة في وضع اكليل الزهور على قبر الجند المجهول والرئيس الراحل النور السادات في نفس التوقيت بيرسل برقية تهنئة برقية تهنئة الى ابن مصر البار محمد صلاح هذا النجم الذي اتحدثنا عنه بالامس بما يستحق ويستحق اكثر من ذلك بكثير الرئيس بيقدر قيمة الانجاز قيمة العمل قيمة التفرد قيمة النصر قيمة الوجه المشرف الى مصر الرئيس السيسي بيرسل هذه البرقية وفي تقديري انها بمثابة سك وطنية او سك وطني او سك بيقول الرئيس بيرسل برقية لكل شباب مصر وليست لمحمد صلاح فقط انه الدولة وعين الدولة وعقل الدولة وتوجه الدولة مع التميز والانجاز والتفرد ابدا لن تنسى مصر ابنائها والوجه المشرف سواء في الرياضة او في العلوم او في الاداب او في اي مجال هو شأن بيضاف الى رصيل الدولة المصرية كقوة ناعمة حقيقية هذه الرسالة التي ارسلها السيد الرئيس الى اللاعب الخلوق مش خلوق بس بنحبه عشان خلوق بنحبه علشان هو لاعب متفرد متميز قادر قوي وفي نفس الوقت خلوق الرئيس بيشكره والرئيس بيهنئه ونحن ايضا نهنئه مرة ومرات والى اخر مدى لانه ادخل السعادة على قلوب المصريين لو انفقنا مليارات الجنيهات لكي ننتج عملا بيجعل الشعب المصري في حال سعادة وعودة الانتماء مرة اخرى الى الدولة المصرية والوطن المصري هنجد ان محمد صلاح بمفرده بعمله بانجازاته ساهم في هذا وفي ترميم الزاكرة وتهنئة جديدة ومجددة لابن مصر البار محمد صلاح بالامس تحدثنا عن تقرير Human Rights Watch اللي بتكلم زورا وكاذبا وبهتانا عن العملية سيناء 2018 وبيقدح وبيزم وبيهاجم نتائج هذه العملية تحدثنا عنها بالامس وتحدث العقيد تامر الرفاعي المتحدث باسم الجيش المصري ورد على هؤلاء بالحجة بالمنطق بالمعلومات المدققة و اوضح من خلال ردوده ومن خلال بيانه ان هؤلاء ليسوا موضوعيين ليسوا صادقين Human Rights هي منظمة مسيسة كما قلت هي منظمة مأجورة كما قلت هي منظمة بتتحدث وبتكتب وبتنشر بحسابات سياسية وليست لها اي علاقة بالمنطق او الواقع او الحقيقة كما قلنا مرارا تكرارا القصة القصة كما تعودت هنا بتصدر تصدر هذه المنظمات زي Human Rights ووش والعفو الدولية وغيرها تقرير خلاص نشر التقرير على موقعها لا ينتهي الامر عند هذا وانما تتلقفه بعض وسائل العلام بعينها وتبدأ في نشر نتائج هذه التقرير بشكل واسع نطاق مما يحقق اغراض هؤلاء في اشاعة جو من التشكك في بعض العمليات سواء حقوق الانسان او الجيش المصري او خلافه صحيفة الواشنطن بوست هي الازراع الصحفية له Human Rights في هذا التقرير الصحيفة بتاعت واشنطن بوست نشر التقرير بتزعم فيه ان العملية العسكرية الجارية في سيناء تسببت في ازمة انسانية الكلام نفس الكلام نفس التقرير اللي قالته Human Rights بالامس بتاخده النهاردة واشنطن بوست وبتطبل عليه واحد بيطبل واحد بيرقص عندما قامت Human Rights باداء طبلة كاذبة قامت واشنطن بوست بالرقص على هذه الطبلة انا بس بوضح للمشاهد الكريم البعد المخطط ضد الدولة المصرية بشكل واضح ومفضوح هو ده الدور اللي احنا بنقوم به يعني امس هيومان رايتس قالت كلام مغلوط وكاذب وحقير ضد الجيش المصري وتأثير عملية سيناء 2018 ده تم بالامس ردنا عليه وطبعا رد المتحدث العسكري على هذا الامر بشيء من التفصيل وبشيء من الدقة وبشيء ايضا من يعني اخرصهم جميعا بتقول واشنطن بوست تتاخذ من هذا التقرير موضوعا وتنشره في صفحتها على نتاق واسع وتقول نفس الكلام صبت نفس الكلام بالامس اللي تقال في هومان رايتس حاطته في الصحيفة النهاردة واعتقد ان هذا الكذب انا قلتم بارح واتعرضت له لكن في كل الاحوال المعركة مستمر عشان نعرف بس وايه تزامن الاحتفال باعيات تحرير سيناء تزامنت مع تقرير مغلوط وكاذب من هومان رايتس اعقبه وتزامن معه ايضا هذا التقرير الذي نشر فيه واشنطن بوست مستندان مستند على ايه جايبوا من هومان رايتس الموضوع واضح الموضوع واضح واحنا النهاردة بنحتفل باعيات سيناء اعيات تحرير سيناء يطلع لتقرير في هومان رايتس تاخدر واشنطن بوست ونشره يعمل حالة من الالاء اعادة تدوير مخلفات اعلامي اعادة تدوير قمامة مهنية اعادة تدوير معلومات هو هومان رايتس جابوا المعلومات من من تاني المعلومات دي جات لهم من اين هل نزلت المعلومات من السماء مجموعة من المرتزقة وانا هادي مجموعة من المرتزقة المأجورين اللي بياخد اجر يبيع معلومة كاذبة يقول له انا عايزك تقول لي اسمين ثلاثة كاذب يقول لك انا مستند في التقرير على مجموعة ثلاثة صحفيين في قريبين من الاحداث ومش عارف عشرة من الاهالي يا سلام طب ما انا مين يقول ان هذا التقرير وهذه الشخصيات شخصيات صديق مين يقول ان هذه الشخصيات شخصيات غير مأجورة مين يقول ان هذه الشخصيات شخصيات غير اخوانية مثلا يعني انا بقول وبقول لي هيومان رايتس وبقول لي واشنطن بوست انه اعملوا انت عايزينه اعملوا ما بدا لكم الدولة المصرية دولة لها سيادة على ارضها من حق الدولة المصرية والجيش المصري انه هو يعمل ويقوم بما يراه ملائما ومناسبا وبالطريقة التي يراها مناسبة وباستخدام كل القوة الغاشمة رغم ان في كل الخونة والمأجورين والعملاء والاخوان ومن يقف معهم ومن يتعاطف معهم الجيش المصري الجيش المصري بيستخدم حقه الاصيل منفردا في بسط سيادة الدولة على كافة اراضيها دون هوادة وبالقوة الغاشمة في الوقت والمكان والزمان والطريقة التي يراها مناسبة ولا يقبل جيش بلادي اي وصاية او اي تعليق ولا يقبل ايضا الجيش المصري مدحا من احد لانه لن يقبل زم من احد ارجو ان تكون الرسالة قد وصلت الى من لا يفقهون ولا يستمعون ولا يعقلون في هيومان رايتس في العفو الدولية في الواشنطن بوست الامريكي هنستمر هنستمر يعني انا هنستمر وزي ما قلت في بداية عملي في هذا البرنامج تصدقت ليس بنصف عرضي وانما بكل عرضي لاني دخلت في العمل العام لحساب دولة ووطن وقيم ومبادئ لا يمكن ان تثمن ليس لها ثمن لا تباع ولا تشترى بشكل واضح المعركة مستمرة وفضح هؤلاء بات واجب وفرض عين على الجميع احنا بنربط انا بربط الخيوط احتفال بالقوات المسلحة والرئاسة المصرية بتحرير سيناء بذكرى تحرير سيناء واحتفالات تحرير سيناء هيومان رايتس ووتش قالت ايه مبارح المتحدث العسكري يرد عليهم قال ايه النهاردة لو يشترون بست بتكتب نفس الموضوع بيتكلم على اللي حصل العملية سيناء 2018 بالمناسبة العملية عملية ضخمة للغاية من اكبر واخطر واهم وانجح وانجح العمليات في مواجهة الارهاب على مستوى العالم العملية سيناء 2018 سوف تفصح التقارير والبيانات قريبا جدا بانه هذه العملية تاني بقول سيناء 2018 هي العملية الاضخم في مواجهة الارهاب بشكل شامل على مستوى العالم لم تحدث عملية شاملة جامعة مانعة ناهية بتقتلع الارهاب من جزوره بشكل موحد متوازي الا سيناء 2018 فهي الاكبر والاضخم والانجح في العالم لذلك بيتم الهجوم عليها بشكل ايضا مخطط ممنهج من مين هيومان رايتس والعفو الدولية وطبعا لما اقول هيومان رايتس وقول عفو الدولية بتطلع طبعا الزيول والنتوءات والنهايات الطرفية زي واشنطن بولستو نورك دايزن والجارديان وخلافه وطبعا كل المجموعات دي بياخدوا بياناتهم من مين من تاني من المولات بيانات ما بقيتش دا كاتين بقى ما هو اللي كان عنده دكانة حقوق الانسان جاله تمويل فعمل مول كبير مولات حقوق الانسان مولات بيباع فيها ويشترى اكاذيب اباطيل اضاليل هو دا اللي حاصل دلوقتي كان عنده دكانة في الشارع بيجيلوا يعني رزقوا من التمويل الاجنبي توسع وعمل مول كل دول هم اللي بيدوا وبيعطوا وبيزودوا المنظمات اللي بتشتمص بهذه التقارير احنا هنستمر وارجو انه المشاهد الكريم لا يمال من فتح هؤلاء لانه الخطر على بقاء الدولة لم ينتهي الرئيس في كلماته اللي شكر فيها الشعب عشية انتخابه واعادة انتخابه الحكتين او ذكركم واذكر نفسي البقاء والبناء بقاء الدولة وبناء الدولة معركة بقاء الدولة مستمرة هي دي هي اللي بيهدد بقاء الدولة تقرير هنا ومقالة هنا مش بتهدد بقاء الدولة مقالة معاذ الله هيهات هيهات ده جزء من الطرق على حائط الدولة المصرية من بعيد فشلوا في الاقاع بالجيش فشلوا في احداث فتنة طائفية فشلوا في كذا فشلوا في كذا بيتاخذ خطوات الى الخلف ويبدأ في الطرق على حوائط الوطن بهذا الشكل ده وإحنا مش منتبهين لو ما عندناش وعي كامل لو ما عندناش مواجهة حقيقية والحمد لله الجهات بتقوم بدورها كل الجهات بتقوم وإحنا بننبه لأنه معركتنا معركة وعي في نفس الاطار كاتب امريكي اسمه اندرو ميلر اندرو ميلر كاتب امريكي مشهور في واشنطن بيطالب الولايات المتحدة الامريكية بيطالب الكونجرس بالضغط على الحكومة المصرية لاغلاق القضية 173 تماما يا امريكا يا كونجرس يا مجل الشيوخ يا مراكز نفوز يا دوائر صنع قرار اضغطوا على مصر اضغطوا على القاهرة لتغلق القضية 173 نهائيا القضية 173 بتاعت التمويل الأجنبي تكلمنا عنها قبل كده تكلمنا عن قضية 52 وهي القضية 173 بتمثل صفعة على وجه المنظمات الحقوقية العميلة اللي بتتخذ من الولايات المتحدة الأمريكية تمويل وسطار للهجوم على الدولة المصرية قضية 173 المحلل الأمريكي في مقاله بصحيفة ذهل قال ايه الصحيفة دي متخصصة في مخطبة الكونجرس الأمريكي بيقول ان السلطات المصرية توقفت عن استهداف اي موظفين اضافيين في المنظمات الأمريكية لكن لا تزال المنظمات غير الحكومية المصرية تتعرض للمضايقة في هذه القضية يعني هو عايز في قضية موجودة امام القضاء المصر قضية اسمها 173 تمويل اجنبي الامريكان هيموتوا علشان نقفل هذه القضية الامريكان ما عرفوش انه عندنا قضاء مستقل لو ما كنوش عرفو احنا بمبلغهم ايها الامريكان مصر لديها قضاء مستقل لا تملك سلطة في الدولة المصرية التدخل في شؤون القضاء المستقل نقطة بيذكر المحلل الامريكي اللي هو انترو ميلر طالما استمر التحقيق الذي تجريه الحكومة ضد المنظمات غير الحكومية فان السيف سيكون على رقاب نشطاء المجتمع المدني المصري والامريكيين الذين يعملون معهم ايوة هو ده مربط الفرض بيقول لو القضية دي ما تقفلتش هيبقى فيه سيف مسلط على رقاب العاملين في هذه المنظمات يبقى بيدور على مين حماية العاملين في هذه المنظمات القضية 173 بتطول هؤلاء واحنا كل شو نقول افتحوا القضية 250 يلا نحرك القضية 250 والقضية 173 لانها بتوجع هؤلاء بتخوف هؤلاء بيقترح المحل الامريكي اللي هو اندرو ميلر يمكن ان يضع السيسي بشكل قانوني حد لهذه القضية التي تكاد تكسر العلاقات الامريكية المصرية بعدم تجديد ولاية التحقيق والتي يتم مراجعتها كل ستة شهور بيقول يعني خلاصة الكلام الفارغ دوت انه الرئيس يقدر يلغي القضية او يطفع القضاء وتعود المياه المجره في العلاقات المصرية الامريكية ده اللي بيقوله الكاتب انا بقول للكاتب وبقول للجريدة اللي بيكتب فيها وبقول للدولة اللي طالع منها وبقول للصفارة مصر دولة مستقلة لديها قضاء مستقل والرئيس السيسي بيضع عنوان عريض احترام القضاء سيادة القضاء على المنظومة القضائية استقلال القضاء استقلالا تاما في دولة مؤسسات لما نقول مصر دولة مؤسسات الناس دي مش قادرين يقدروا ان في دولة عريقة زي مصر ببرلمانها ودستورها علمت اوروبا علمت العالم مش بنتكلم كلام عشي احنا مصريين علمت العالم هذه الدولة رغم كل ظروفها الاقتصادية رغم كل ظروفها الامنية رغم كل ظروفها بتحريب الارهاب الا انها دولة وقفة على حلها وقفة صلبة طولها مصر لا بتنكسر ولا هتنكسر وعندي دولة مؤسسات هي حامية بقاء الدولة المصرية الكاتب الامريكي دوت دورنا في اصله في اصله لانا اهو قاعد جنبي مين هو ده اللي على اقصى الشمال جنبه ميشيل ميشيل دان وآي حجازي ايو التالت واحدة دي اي حجازي يبقى عندي هذا الكاتب لما يقعد جنبه اي حجازي ودان ده معناها انه مش مستقل ده معناها انه مش مش بيكلم من اجل الحريات ومن اجل القانون ومن اجل القضية ومن اجل المتقاضين لا هذا الكاتب اللي هو اندرو ميلر اللي كتب المقالة بتاعته فيه هذه المجلة اللي هي دهل كاتب اهو بالصورة انا ما قلتش حاجة من عندي بالصورة قعد جنبه اي حجازي لانه كان فيه حد صديق خلال الايام بيقول لي لا يعني انت اي حجازي انتو يعني اتكلمتوا عليها بشكل مغير الحقيقة والبنت كذا وكذا ما نهاش علاقة بالاخوان انا بقول له حضرتك غلطان ادي اي حجازي وقادي علاقتها به اللوبي الاخواني وعلاقتها بكير مؤسسة كير الامريكية وعلاقتها به هذا الكاتب الكاتب كتب مقال بيقول لا ازدق فيله القضية 173 لانها قاعد في الندوة مع مين مع اي حجازي يا رب تكون بس الامور انا قادر اوصل المعلومة وقدر اربط الامور واستنتج ما يجب ان يتم استنتاجه واربط ما يجب ان يتم ربطه لان القضية متشابكة من السياق السياق واضح تماما انا شايف الصورة قدامي تماما احتفالات سينا هيومان رايتس لواشنطن بوست ميلر اي حجازي كل كلام بيصب في نفس الاتجاهات الاقي النهاردة رويترز خلت تقرير هيومان رايتس مش انا بقول من شوية انه هيومان رايتس طلعت التقرير وبسرعة خطفته لواشنطن بوست وبسرعة ايضا خطفته وكالة رويترز وكالة رويترز خلت التقرير بتاع هيومان رايتس وعن سينا وخلته باهتمام دولي واسع بعد ان قامت الوكالة بارساله الى كافة وسال الاعلام الدولية ونشرت الوكالة تقريرا للتعليق على ما جاء في بيان منظمة هيومان رايتس واش تقول وكالة ان السكان قالوا الشهر الماضي ان الخبز والعيش والدنيا كلام فارغ تم نفيه وتم التأكيد على عكسه من المتحدث العسكري وتم نفيه والتحدث عن عكسه ايضا من المسئولين عن وزارة التموين والدولة المصرية لا هيومان رايتس لها كلام على مصر وبيتقول كلام مغلوط ولا واشنطن بوست ولا رويترز والمعركة مستمرة رويترز برضو ما زالت الابواق الاعلامية التي تعمل لحساب التنظيمات الارهابية الممولة من قطر ما زالت تعبث ما زالت تعمل ما زالت تصر رويترز تعمل كحية لها رأس يحاول القانون نحاول بالقانون ان احنا نقطع رؤوس الحية الموجودة في رويترز الا انها على الدوام بتخيب كل الظنون المهنية وكل الظنون في حسن النواية رويترز من جديد تاخد تقرير من هيومان رايتس وتنشره تاب بقول لي رويترز انا بقول لي رويترز اللي هما وكالة انباء يعني عالمية مش من المنطق ومن الحق ومن العدل ان ترجع تاخد هذا التقرير وتديه للدولة المصرية اللي هم ايه رأيكو في هذا التقرير الدولة المصرية تقول لك هذا التقرير عبارة عن كلام فارغ وادئ الحقيقة وادئ الحق وادئ الواقع وادئ المعلومات اللي بالمناسبة الدولة بتنشرها اتباعا انا عندي كل كام يوم كل كام يوم عندي بيان من القوات المسلحة صادر عن المتحدث الرسمي بيتحدث عن الحالة في سيناء اتنين الرئيس زار سيناء اكتر من مرة قائد العام للجيش اكتر من مرة قائد العام للقوات المسلحة اكتر من مرة احنا أنا شخصياً أقول شهادتي أنا رحت إلى سيناء الحياة الطبيعية اللي بيحياها وبيعيشها أهلين في سيناء ليست موضع نقاش بالمناسبة منفحش دافع لأنه الدفاع بيمثل في هذه اللحظة وكأنه الكلام اللي بيقولوه فيه شيء من الصحة هذه المعلومات اللي بتتناقلها رويترز واشنطن بوست نقلاً عن تقرير كادب من هيومان رايتز بيمثل كلام بن قسين كلام فارغ الهدف منه فقط محاولة التشويش على مسيرة العملية سيناء 2018 والهدف الثاني منه تشويه صورة مصر هو ده الهدف يعني كل ما بتحدث تحدث أحداث نتخيل أن رويترز ممكن تنضابط أو ممكن على فكرة يعني كنا بنراهن أو أنا شخصياً براهن وأنا مخطئ على أنه يعني زي ما بنقول بالبلد يتكسفوا على دمهم شوية لكن يبدو أن فيه ناس خلاص هي هو خلاص لأنه الفلوس موجودة وتمويل موجود والناس المأجورة داخل هذه المؤسسات موجودة هو أنا ليه أقول هذا الكلام هو أنا عندي معلومة أن فلان ابن فلان فيه رويترز واخد فلوس من مين من مين ومش أقول لا ما نبحث عن صاحب المصلحة نبحث ليه رويترز خانت التقرير ونشرته ومراجعتش ليه ما صرح به المتحدث العسكري مثلاً يعني ده الواشنطن بوست نفسها بتقول أنه جايبين المتحدث العسكري بيقول أنه ورفض أو اعتارض المتحدث العسكري عن ما جاء فيه التقرير طب قول لي مش على حد قوله ليه بياخد الجانب أو الاتجاه اللي بيتوافق مع اللي بيتوافق مع رأيه أو إيمانه إيمانه أو مصلحته وبيحط الخبر بتاعي أو الرد بتاعي في زي الموضوع أو متخبي في عبارة من العبارات إحنا عارفينها لأنه عايز يقول أن أنا موضوعي جبت رأي الراجل أو أنا حيادي وهو في الحقيقة الهدف الهدف هذه تقارير بلا مصداقية بلا موضوعية بلا مهنية وبلا ضمير لكن والله رد على هؤلاء رد بليغ على تويتر السيد محمد رشيد محمد رشيد قال مش محمد رشيد الوزير محمد رشيد الإعلاني حتى لو أقمنا بقول حتى لو أقمنا لمسؤولي هومن رايتز ووتش حفل عشاء على شاطئ رفح أو شاطئ العريش وعلى أنغام الموسيقى وحتى لو وضعناهم في من النواقلات الجند الذين يكافحون الإرهاب بلا كلل فإن تقاريرهم عن مصر سوف لن تتغير بحكم التداخل بين مصادر معلوماتهم ومصادر تمويلهم لا فضة فوق والله والله لا فضة فوق يا رشيد لأنه بيقول عبارة خطيرة جدا خلاص لو أنت اعمل له ايد صوابعة شمعي لهؤلاء خدهم على نقلة جنود اعمل لهم حفلة عشاء اللي أنت عايزه لكن في النهاية بقول لك هم مش هتغيروا ليه أهو لم تتغيب حكم التداخل بين مصادر معلوماتهم معلوماتهم جاي من مين ومصادر تمويلهم المعلومات بتاعته جاي من مين ومصادر تمويله جاي من مين الأصل واحد يسلم إيدك يا رشيد المتحدث الإعلامي باسم داعش بعد دا كله بقى كمان يعني احنا شفنا هيومان رايتس وشفنا 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 كل الكلام في التزامن مع مين وحنا بنحتفل بنقول مصر اليوم في عيد سينا رجعت كاملة لينا ومصر اليوم في عيد يجي هو عايز يفسد العيد علينا يطلع شوية تقرير في شوية صحف برة وشوية وكالات أنباء برة مدفوعة الأجل وكمان يطلع المتحدث الإعلامي لتنظيم داعش يتكلم بكلام لابد أن نأخذه مأخذ الجد عن مين؟ عن مصر السعودية العراق جديدة دي تعال نشوف تسجيل صوتي جديد بيكشف عن نية تنظيم داعش للقيام بهجمات دموية جديدة أطلق التنظيم تهديدات شاملة مصر والعراق والسعودية وفي كلمة صوتية بثتها مؤسسة الفرقان لعنت الله عليهم جميعا أو أجمعين التابعة للتنظيم للمتحدث الرسمي باسم داعش أبو الحسن المهاجر امتدت تسعة واربعين دقيقة وحملت عنوان فبهداهم أقتدي هذه بمواصلة الحرب ضد الجيش المصري في سيناء وضد السعودية والحكومة العراقية وبعد زماء الدول العربية وقال إن الله بيّن لنا حقيقة الكافر المجرمين وأمرنا بقتلهم وقتالهم فلا فرق بين قتال هؤلاء وأولئهم الصليبيين الأمريكان والروس والأوروبيين غير أن أولئك من أبناء يعرب أشد على الإسلام وأنكا وفي الدرك الأسفل هم هاون ودعا تسجيل الصوت عناصر التنظيم إلى استهداف الانتخابات البرلمانية المقبلة في العراق على من التفريق بين مرشحين أو الناخبين قائلا أن حكمهم سواء ويجب قتلهم دون استثناء وطلب للمهاجر من عناصره استهداف جميع رجال الدين السنة والشيعة في العراق الذين دعوا لمشاركة في أي انتخابات إضافة إلى استهداف رؤوس العشائر ووسائل الإعلام وقال أبو الحسن المهاجر عن تنظيم داعش برغم هزائمه المتتالية وانحصار مناطق نفوزه فإن قوته لم تضعف ويسير بحسب الخطة التي رسمها قناته كما رأى تسجيل عناصر التنظيم إلى استهداف المنشآت والبنية التحتية في البلاد والمفاصل الأمنية والعسكرية والاقتصادية والإعلامية الحكومية وغير الحكومية في الدول العربية التي ذكرها يعني في مصر السعودية والعراق وقال المهاجر أن تنظيم الدولة لا يزال موجودا في سوريا والعراق ومصر وليبيا واليمن وأفغانستان وغربي إفريقيا أبو الحسن المهاجر مين أبو الحسن المهاجر اللي هو بتكلمه عامل مش عارفين جنسيته مش عارفين هو منين مش عارفين له أصل ولا ملة ولا دين لكن هو مسيرته بدأت في القسم الإعلامي للتنظيم القاعدة في بلاد الرافدين ثم في العلاء يعني ثم تولى منصب المتحدث باسم مزارة الإعلام باسم دولة العراق الإسلامية المتمثلة في مؤسسة الفرقان للإنتاج الإعلامي خلفا لأبي عطاء التميمي وقام بالتعليق الصوت على العديد من الأصدارات والمواد الصوتية التي تصدرها مؤسسة الفرقان وغيرها وفي 5 ديسمبر 2016 تم إعلام تعيين ومتحدثا رسميا خلفا للعدناني فيه فبنا يعني أنا بقول ده تسجيل صوتي 49 دقيقة لأبو الحسن المهاجر لعنة الله عليه أبو الحسن المهاجر خيبه الله أبو الحسن المهاجر عدو تنظيم داعش أنا معرفش هو مهاجر من فين لفين لكنه مهاجر من الشمال إلى الشمال مهاجر من الباطل إلى الباطل مهاجر من أرض النفاق إلى أرض النفاق وإن شاء الله سيقسم الله ظهورهم جميعا بإذن الله لأن دول ليسوا على ملة الإسلام ليسوا على دين الإسلام أنا بقول الأزهر بعفيه من الحرج الحرج الفقهي هناك الأزهر عنده حرج فقهي ربما من وصم هؤلاء بالكفرة هؤلاء كفرة فجرة هؤلاء اللي بيكفروا المجتمع بيدعوا إلى القتال بيدعوا إلى الإفساد في الأرض بيدعوا إلى قتل الأبرياء بيدعوا إلى بيدعوا إلى أهان الإسلام قبل أن يهين المسلمين أهان البشرية قبل أن يقتل البشرية فهؤلاء كفرة فجرة إذا لم يكن هؤلاء كفر فمن هم الكفر فمن هم الكفار قولا واحدا ما في ذلك شك ولا يجب أن نختبئ وراء مفردات أو عبارات أو حرج ثقئي هذا رأيي وأنا مسؤول عنه وأتحمله أمام الله وليس هناك أي أهداف إلا أنه نستبين الطريق يتضح الطريق الكافر كافر إحنا لسنا جهة تكفير ولسنا جهة دخول في نوايا الناس لكن من يصدر بيان وتسجيل صوتي 49 دقيقة بيقول فيه اقتله 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 وكسره هنتفرج عليهم هنقبلهم بورود هنقول لله سامحك هنقوله منك لله لا أنا بسأل بقول فين بقى الأمم المتحدة وفين مجلس الأمن وفين Human Rights Watch وفين العدل الدولية فين جمال عيد فين مش عارف كمين فين الناس دي فين حسن اسمه بهاي الدين حسن وفين اللي قاعدين مزعورين قالك ده فلان بيقول لك ايه الهاب اللي اعنا فيه فين تويتات وتغريدات ومقالات البردعي وحمدين انبارح بقول انا مع شوكا انا صحفي انا متزامن او متعاون او متضامن مع شوكا يا عم حمدين فين تويتاتك وتغريداتك وانت الصحفي يا عم الصحفي على التسجيل الصوتي للمتحدث الاعلامي بتاع داعش عايزين بس الناس نفوأ الناس نشوف مين بشوكا امبارح الدول وجايزة الصحافة في اليونسكو شفت كام واحد امبارح اتكلم عليه وانا اقول لكم هذا الكلام تبقى لتسجيل بتاع داعش بيهدد الدولة المصرية والعراقية والسعودية سمعنا من هؤلاء كلمة سمعنا من هؤلاء انتقاد هو ده الفرق بس انا بوضح للناس بسرعة الصورة مين بيعمل ايه ازاي تويتا في غاية او تغريدة في غاية الاهمية من الامم المتحدة بتقول ايه رقم خطير جدا ربع اللاجئين في العالم ربع اللاجئين في العالم ربع اللاجئين في العالم سوريين ربع اللاجئين في العالم سوريون وربع الشعب السوري بأكمله لاجئون ده المفاوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في ليبو غراندي في مؤتمر بروكسي اللي دعمه مستقبل سوريا والمنطقة لعنة الله على الفاسدين لعنة الله على الإرهابيين ولعنة الله على الإغبياء ولعنة الله على الخوانة ربع اللاجئين في العالم لو عندي مليون لاجئ في العالم 250 ألف منهم سوري وربع سكان سوريا لاجئين رقم خطير معادلة خطيرة هم طبعا السوريين اللي موجودين في مصر طبعا مش ضيوف لا ده مواطنين ده أهلينا ده أخواتنا مصر دولة متعرفش يعني إيه لاجئ وتعمل مخيمات زي بعرض دول احنا كل اللي موجودين وخاصة إخوانا العرب وخصوصا السوريين احنا شعب واحد احنا دولة واحدة في الملمات وفي الأفراح وفي كل حاجة لكن الأمم المتحدة بتقول شيء يخض الدول العربية الجامعة العربية تعرف إنه لما يكون عندي ربع سكان ربع لجيء العالم من دولة واحدة منكم لله منكم لله النائب جمال المراغي النهاردة كان فيه اجتماع عشان انتخابات نقابات العمال ويقشار رمايو جمال المراغي ده رئيس تحدي العمال مصر ورئيس لجنة قول عاملة في البرلمان في مجلس النواب قال يعني بعد الاجتماع والاتفاق قال الراجل الانتخابات اللي جاية في رمضان وعشان ما حدش يزور واللي هيزور صيام وهيبقى باطل يا سلام يعني قلنا بيا سادة النائب يعني الله يفتع عليك الله يفتع عليك يعني لو الانتخابات مش في رمضان هتتزور يعني الانتخابات لو مش في رمضان وصيام هيبقى حلال يعني تصريحة هو رئيس اتحاد عمال مصر ورئيس لجنة القوى العاملة بيقول الانتخابات العمالية في رمضان واللي يزور هيبقى صيامه باطل انا انا واخد الموضوع على انه دعابة وبقول انه يعني سيادة النائب يعني بلاش نعمل تصريحات تتخذ علينا احد اسرطين القانون الدكتور احمد فتح سرور رئيس المجلس الشعب السابق او الاسبق واحد اسرطين القانون والمحامي الشهير واستاذ الجامعة وزير التربية والتعليم قال فتح سرور للشروق قال انه على هامش مؤتمر مع احكام المعايير يعني كان في مؤتمر يعني قال انه المصدرة العامة للاموال غير دستورية ده باختصار هو تعليقا على قانون مصدرة اموال الجماعات الارهابية اللي صدر واقره السيد رئيس الجمهورية بيقول فتح سرور للشروق المصدرة العامة للاموال غير دستورية بيقول انه لم يطلع على القانون الخاص بتنظيم اجراءات التحفظ والحصر والادارة والتصرف في اموال الجماعات الارهابية والارهابيين مشيرا الى ان المصادرة والتصرف في الاموال يعد امرا غير دستوريا ولابد من ان يكون هناك حكم قضاء بذلك يا دكتور سرور يا دكتور سرور انت بتقول بتناقض نفسك بتقول لم اقرأ لم اقرأ لم اقرأ القانون بيقوله انه لم يطلع على القانون الخاص بتنظيم كذا وكذا وكذا لكنه غير دستوري طبعا انت ما تطلعتش عليه ما نتكلمش يا دكتور سرور يا دكتور سرور عيب انت المفروض حضرتك ما نتكلمش في هذا الامر بذات ليه لانه الدكتور سرور المحامي النهاردة ومعلوماتي انه بيدافع عن احد المتحفظ على اموالهم من الاخوان المسلمين معلوماتي معلوماتي ان فتح سرور رئيس مجلس النواب بموكل هو موكل او بيدافع او هيدافع دي معلومات يعني اتمنى ان لا تكون صحيحة لكنها معلومات انه هيدافع عن احد هؤلاء فبيقول من دلوقتي انه هذا القانون غير دستوري ليه يا سيدي قال لك غير دستوري وانا ما ارطوش تناقض لكن الاخطر من ذلك تعالوا نشوف فتح سرور بقى الاستاذ الجامعة تعالوا نشوف فتح سرور رئيس البرلمان السابق وبيقول ايه الوسيط في قانون العقوبات ده كتاب اهو قدامكم الدكتور احمد فتح سرور استاذ المتفرغ وكذا وكذا الوسيط في قانون العقوبات القسم العام بيقول في ثانيا المصادرة كتدبير احترازي هو اللي كاتب هذا الكلام في كتابه بيقول قد تكون المصادرة تدبيرا احترازيا لا مفر منه اهي قدامكم من اللي كاتب هو بايده هو اللي كاتب بايده قد تكون المصادرة تدبيرا احترازيا لا مفر من اتخاذه في مواجهة الكافة ويسترط بحكم هذه العقوبة عدم جواز الإخلال بحقوق الغير حسن النية ده مين ده كتاب مين ده كتاب فتح سرور كتاب فتح سرور يبقى عندي فتح سرور المحامي وفتح سرور أستاذ الجامعة هما كلا هما أصدق مين فيكم يا دكتور سرور أصدق أصدقك وانت محامي ولا أصدقك وانت أستاذ جامعة أصدق كتابك ولا أصدق تصريحاتك وأنا بقول في النهاية الدكتور سرور انت خلاص انت موجود وبتدافع وبتشتغل وفتح مكتب المحامية لكن بلاش يا دكتور سرور تخش في مناطق تقلب المواجه وبلاش تخش في مناطق بلاش تدخل في مناطق ملتهبة وملغومة لأنه أعتقد أنه الوضع العام لا يتحمل ولا يحتمل هذه الألعيب القانونية مش أصدق من حضرتك لكن بشكل عام أنه العمل القانوني اللي حضرتك بتقوم بيه كمحامي يجب أن انت ترجع وهو ده أقل محامي هيجيب لك لتنين دول قدام القانوني إيه ده؟ إيه التناقض؟ إيه هذا التناقض يا دكتور سرور؟ كفى تلاعب بعقول القارئ اللي زي هقرأ أصدق ده ولا أصدق ده؟ لابد أن يكون فيه توضيح فيها عندي أخيراً أنباء بتتردد عن وصول المشير خليفة حفطر إلى القاهرة منذ قليل سوف نتابع خلال اللحظات القادمة ونختركم في العواجل في القناة ونتمنى أنه يكون الخبر سليم ونتمنى أن يعود لأنه عندي احتفالات الشهر القادم ويجب ويتمنى جميعاً أن يكون المشير خليفة حفطر موجود على رأس المحتفلين في ليبيا شكراً لكم غداً نلتقى ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر